بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 4 من قرس الفاونديشنز انجينيرينج 1 اللي خاص بقسم الهندسة المدنية بجمعة الملك خالد المستوى الثامن إن شاء الله هنكمل تصميم أو خطوات تصميم الستريب فوتينج اللي احنا ابتدناها من 3 أجزاء سابقة النهاردة ناخد على بارت 4 وهي طبعا الستريب فوتينج لو جدت في الاختبار بتبقى البمبونية بتاعت الاختبار لإني خطواتها سهلة والمسألة بتاعتها بتبقى لذيذة كده وبتنتهي على طول بعد ما جبنا الدبس اللي هو بيقاوم المومنت وبيقاوم الشير اللي هو الشير على بعض دي والمومنت عندوش الحيطة عايزة جيب بقى الحديد خلاص يبقى الحديد بتاعي ببساطة خالص عبارة عن الام بتاعتي على الجي في الدي في الاف فييد حيث الجي اللي هي باين تمانية اتنين ستة على اساس انتواخد السي واحد بكم بخمسة والديبس بقى عندي والإف فييل دا عندي بس ما تنساش تكتبها ان هي تلات تلاف وستمية او اربعة تلاف او ما تحطش ربعمية او تلتمية وستين والم اي دي تبقى تضربها في عشر اص كام خمسة يبقى انا قدر اجيب الاريا اس المين الرئيسي بتاعي ولا لأ ها اقدر اجيبها لو عايز اجيبها بالفيرست برينسبال عندنا القونين بتاعة الفيرست برينسبال يبقى انا في الحالة دي اقدر اطلع الاريا اس مينمم كمان الياه بوينت او او وان فايف في مية في الدي واخد الكبير ما بين الاريا اس ديت والاريا اس ديت وزي ما اتفقنا ان الحديد ده اللي هو بيبقى في الاتجاه القصير بتاع طب الحديد اللي هو الطويل او السنوي دوت اجيبه منين ده بناخده بوينت تو فايف في اريا اس مين اللي انت خدتها يعني اخطيت انت 6.16 توفهم ربعها كام ببادل اريا اس ساكن بس ايه تخلي بالك على الا يقل عن كام زي ما اتفقنا 5.12 في الايه في المتر لازم ما يقلش عن 5.12 في المتر عشان ده المينمم عدد اقل عدد من السياخ في المتر وده اقل قطر في الفونديشن هتبقى ليه جزء واحد بس في الستريف فوتينج اللي هي رسمة الديتيلز ودي اللي نشوفها في الجزء القادم ان شاء الله شكرا